المساعد الاجتماعي في الحقيقة دورهم جد 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 مهم النسبة جد 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 قليلة يعني نقولوا شي بهمون عديمة مثل نتكلموا على مثلا باقي ما وصلتش الألف احنا بقى فضل 40 مليون مغربي تنشوفوا بأن النسبة بقى قليلة وحد عادلة بغينا نتكلموا عن نسبة دية للناس المتزوجين شحى النسبة دية لهم كذا يعني ركينا نسبة كبيرة فإذا دور المساعد الاجتماعي هو دور جد مهم وخصوء هو ما تكون عملية الطلاق هو اللي تقوم بهذا الوسط في عملية الصلح وكذلك تكون إلى جانب الأطفال فضعية هشاشة وإلى جانب النساء اللي تكونوا يعني في حالة عنف يعني تحاولوا يسهلوا معهم المساطير يوجدوا لهم أحد المسالك من أجل الإيواء وتساعدوا تتلقضاء في البت في قضايا في قضايا الطياق حيث بعد المرات الإنسان ما تبغي يطلق تنسى ذاك الود تنسى ذاك الرحمة فيلتجئوا إلى التحايل بعض المرات عندي دخل ديالي بواحد المبالغ فتندلي بشواهد اللي غير صحيحة فإذا هاد الأمور هدي تحالوا على هاد الناس ويقوموا بهذا المهام ولا بعض المرات الدعاءات يقدر هاد المساعدين الاجتماعيين يخرجوا العين المكان يستفسروا ملحانوت يستفسروا ملفرماسيان يستفسروا الجيران ويجبوا واحد تقرير مفصل لأن الطلاق اللي بقينا صافيحة عندناك كثرة الميل فات صافيحة في جلسة واحدة بتتوفيه يعني سنكونوا أسأنا للمؤسسة دي الأسرة وأسأنا للوطن فلا بد الطلاق يخذ الوقت الدياله الصحيح وتجرى فيه جميع المساطر بعض المرات سيفتهم على المجلس العلمي وهذك المجلس العلمي تطلقى ناس لا أهلية لهم إيه إنسان إمام ولكن غير متزوج غير ملم بالقضايا والمشاكل التي تكون متعلقة بالزواج ما عندوش تدريب وتكوين يعني في مؤسسات التي تؤثر الناس على كيفية الصرح وشنا هي الأمور التي تريد أن نطرح وكل حالة حالة فإذا لا بد ما باش أن وزارة الأسرة ووزارة العدل وحتى هذا الإخوان ديال المجلس ديال العلمي ديال الشؤون الإسلامية تهوخص يكون عندو دور ويكون هاتشترك وهنا يتدخل فيها الناس لمثلا علم الاجتماع علم الناس رهدية تكون بعض الحالات المستعصية وجب فيها يعني نظر وفيها علاجات أولية وفيها نقاشات باش أننا نرضمة نجنب هذه السفينة ديال الأسرة باش أنها تمشي للغرق وتمشي للضايع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر